السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد اتمنى من الله ان الجميع يكون بخير واحب يقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتبعني اذا كان على القناة دي او على القناة التانية كلكم كلكم بلا استثناء ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب اللهم امين يا رب العالمين في واحدة من متابعيني طلبت مني طريقة الكريم كرامل اللي انا نزلتها في وسط الاكل الفيديو اللي انا نزلت وطبعا يا جماعة طلبات متابعيني اوامر لازم والله العظيم والله العظيم الفيديو عندي وانا مسجله من رمضان بس عامله خاص فالنهاردة قلت حتى لو شفتم هتلاقوا اكل رمضان وسامبوس بسم الله وعلى بركة الله وندخل هنا على الطريقة ونقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم هنستخدم حليب النيدو هنستخدم جشطة كيمر اتنين علبتين وهنستخدم كريم كرامل اي كريم كرامل العادي هنقول بسم الله ونبدأ في الخلاط ننزل بعشر معالق حليب نيدو مجفف او اي حليب تاني مش لازم نيدو يعني اي حليب مجفف عشر معالق اللي مش عايز يعاير بالمعلقة يحط كوبة مليانة كاسة وننزل بالكريم كرامل بسم الله اتنين تلاتة اربعة وبعدين ننزل بالجشطة الجشطة دي جميلة جدا جدا يا جماعة كيمر دي بسم الله ما شاء الله ما لعيش حل روعة بصراحة اوه افضي اياه ما انا كده كده هرمية بسم الله تمام وننزل بما يعادل تلات كوبة مية سخنة سخنة تكون بتغلي بسم الله طبعا انا زودت لها المية بس خفت عشان الخلاط قلت ايه اه الخلاط ممكن تنزل يعني وبعدين حطيت الخليط ده كله بعد ما مزاجته في الخلاط حطيته في جدر وحطيته على النار لازم يغلي اساسي انه هيغلي عشان اضمن ان المكونات اللي فيه كلها استوات عشان اضمن انه هيجمد هيمسك يعني اقلبه بالمضرب كده يعني حاجة لازق هنا حاجة جاية هنا كده زي ما احنا شايفين اقلبه كويس جدا مجرب ما يبدأ يغلي خلاص انا اطفي عليه نعمل بقى الكراميل نقول بسم الله بجدر صغير كده فاضي على النار بما يعادل كاسة سكر او كاسة الله ربح يعني كاسة الله ربح ايه اسيبه لحد ما يسح شوية وبعدين بالمضرب كده بسم الله على طول على طول اساعده ان هو ايه يسح بسرعة يعني دي عمليك مساعدة يعني تمام كده ايوة لونه جميل كده اللون ده حلو قوي لازم يا جماعة النار تكون هادية مجرب ما السكر يسح لازم نهضي النار لان السكر على طول هيتلسع وهيغمق وهيمرر شوف النار كده بسيطة خالص ايوة لازم اساسي بقى زي ما قلتلكم لازم النار انا هديت النار على الاخر ايوة لان انا مش عايزة يتحرق لو اتحرق مني هيمرر ولو مرر خلاص مش محتاج حاجر ان انا نرمي تمام كده هعمل ايه بقى هاجي عندي انا اخد جطعتين او تلاتة زبدة واحطهم على الكرامل وادوبهم بسرعة 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 اوه الزبدة انا بقطعها كده عشان تبقى سهلة للاستخدام تلاتة الجطعة كده بمعادل عشرين جرام زبدة وبسم الله بسرعة 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 ايه اقلب لان انا لو استنيت عليها او اقلبتها بالراحة هتجمد مني هيجمد وهتخربه مش تبقى حلو اللي عايز يحط بدل الزبدة معلقة اشطة برضو تيمشي هتبقى حلوة وتديها قوام جميل وسلس وطعم ولا اروعة ما شاء الله ايوه تمام كده حلوة اوي اوي كده تمام خلاص شوية ملح بقى تكة بقى الايه اللي محدش يقولكو عليها تب الملح ده بعمل ايه الملح ده بيزبط جدا جدا السكر في الكرامل ما شاء الله ايوه القام ده بسم الله ما شاء الله هو ده المطلوب اطفي عنه واجب القالب اللي هحط فيه الكريم كرامل ده القالب اقول بسم الله وهنزل بالكريم كرامل بتاعي كده املاي من تحت عايز الوردة دي تبقى كلها كريم كرامل ايوه احاول ان انا ادوره كده في القالب عشان ايه يجيني شكل حلو لما اجي قليبه يعني ما شاء الله حلوة قوي كده هاجي هنا اه هو جيمل ده انا محتاج ان هو يجمد شوية عشان ايه عشان ما يطلع عليش مع مع الخليط لان الخليط سخن هقول بسم الله وانزل بالخليط بتاعي الكريم كرامل اللي انا عملته شوية شوية كده بالراحة بسم الله تمام كده اوه حطه في التلاجة لمدة 3 ساعات تحت لازم يقعد 3 ساعات في التلاجة وبعدها نشوف هنعمله ازاي وهنا بقى يا جماعة اللحظة الحاسمة لحظة نقلب الالب في طبق هنقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله وعلى بركة الله بسم الله ما شاء الله ارأيكم بقى شكل وطعم بصوا طعمه ايس كريم طعمه روعة انا عجبتكم طريقتهم معبود صولي لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته